أول شي، أنا كم عمرك؟ أنا عمري 25، بس سلسلكم للنقطة اللي تبغى هو أن تقول وقف يلا تكلم وتقول فاصل بيطلع فاصل يلا أبقى تستنسل طيب، أنا يطول عمري 25 سنة تركي لا يفك عندي سؤال لمساعد لا، بس سلسلكم، هذي بيها جدي بس عليك سلام مساعد، عندي بيع لا 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 خلنا استرسل في الموضوع طيب، خلنا استرسل والله أنا قصة ورب المصحف نصد في بيقول لك الموضوع هذا بس وابد اسلام بتزعل مني؟ لا والله مساعد، الدبلة اللي تنزلها قبل ما تدخل البيت أحاق، ورب المصحف ما في دبلة صال عني بيقوله لا إله إلا الله أنا يطول عمر السلامة، عمري 25 سنة ولدت، أول ما ولدت جاء خطأ طبي يو الله أنا دار، أنا خطأ طبي، داري خطأ طبي يطول عمر السلامة معاك ثمان سنة يو الله يو رب الكعبة إني معاك ثمان سنوات لا زيت ولا لا لا لا، خلونا نتكلم يا رجال هذي جدية والله أنا عظيم منها جدية اسلام يبو عبد العزيز يو الله، هذه اللي ما كنت أبقى تحاكي عنها بس اليوم نخلوها سوالي في دولة أشtermin المهم يطول عمر السلامة أنا معاك الحوف دا هذه معاك ما تسمى معاق أنا معاق لا معاق، لا معاك، لا معاق ما معاق، ممشي، لان حين أشنين المهم يطول عمر السلامة المهم يطول عمر السلامة наверное لوبث سنة الحالي واحد معي في فنفس المستشفى في نفس الولادة خطا من الدكتور والمهم يطول عمر السلامة قرروا عملية عي الوالد الله يطول في عمره ويجعل نفتاه ويبيض وجه عي من العملية الجبس يطول عمر السلامة كنت أتعب شديد يطول عمر السلامة من الجبس الجبس حوضي عرفت؟ ما كنت أقدر أمشي إذا مشيت أطول عمر السلامة لازم إذا وقفت إذا وقفت لازم أوقف كذا عرفت وهذه وهذه تهتز هذه تهتز عندي المهم يطول عمر السلامة قدر الله ما شاه فعل ودخلت لابتدائي يمكن عمري 9 سنوات المفروض أن يطول عمر السلامة نعم جا الله يقبلنا وياك المهم يطول عمر السلامة المفروض أن عمري 9 سنوات أني أدخل لابتدائي 7 سنوات تأخرت سنتين يطول عمر السلامة القصة والعبرة في هذا الموضوع يطول عمر السلامة أن والدي عيّة ما يخلني سوي العملية خايف عليك خايف عليك قال مستحيل تسوي العملية يا أولدي يا الله عيّة منها هو عيّة المهم يطول عمر السلامة لنفس خطايا الطبي في نفس أولاتي سوى عملية ومقعدة على العربية إلى الآن أعرف ما أعرف أي شخصي صالحي تصحيح تصحيح أني كلام ببابد عزيز وكلام صحيح بس عشان ناس سوفهم صحيح أنا توسمعها منك لكن شخص طريق أنا توسمعها منك لا توسمعها منها بس سوى عشاني أصحب مو كنت معاقة 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 حركية رجال جاه يسمى وشه خلع ولادة أيوة صح 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 خلع ولادة أحيانا وشه في هذي هذي يصل حتى لها علاج كامتي مرت عندي في العيادة دي خلع ولادة وشه أحيانا الطفل تسحبه بعد ولادة اسمه واضح خلع ولادة فيكون عنده وشه خلع هذا بالحق فيبدأ الطفل ما يدون عنه هله يعني فوصا تول مزدح بعدين يجلس بعدين يحبي لاحظون أني تأخر بمشي ما مشه مرت سنة مرت سنة ونص مرت لا بس أنهم قررواه في نفس الوقت قالوا إيه كويس إيه كويس إيه كويس ما بمساش وقرروا لك كده أنا متى يكتشافها إذا ما شيئوا على الطفلين يقول إن ولد الطفل وخذوه ببيت ولا نتابهوا يلاحظون أن أنت تأخر بالمشي عندي سؤال إني بعلمكم خلنا أكمل يتأخر بالمشي لأنه يبدأ وشه يلاحظون عليها فيبدأ يمشي ومشي تنميق أصاصا يجي يمشي وشو إيه كويس صدقت عادي ثولة تجبيس ويبدأ عادي المهم يطول عمر السلامة قل لي الله ثم قل لي الله أن الله يحفظنا أمها أترى يرحم أمك بحصة والله موضوعي ما أدن يقوله ولكن في جلسة المهم يطول عمر السلامة أمي الله يطول في عمرها ويجعلني تأخذ اللهم أمي كانت يطول عمر السلامة تتعب علي أكثر من عيالها الباقي ليه؟ لأن الجبس يطول عمر السلامة في مكان لازم يكون له نظافة المهم يطول عمر السلامة الجبس هذا يطول عمر السلامة إذا تأخرت عن نظافته فيه زي الدود اللي يأكل خشق عرفت؟ يلعب في جسم الإنسان الله الله إذا أهملت الطفل الطفل حين أولادته إلى سن الخمسة عشر سنة يبقى يطول عمر السلامة رضيح أنا أشوفها بالنسبة لي رضيح صادق عمر خمسة عشر سنة حياناً أحياناً إلى خمسة عشر سنة يعني أنت بالرضيح المهم يطول عمر السلامة دخلت لابتدائي ولعبت دخلت لابتدائي سلم منك أبو عبد العزيز خضراحة سمح لي أجب كاركوين خضراحة المهم يطول عمر السلامة دخلت لابتدائي وسلمت بعد اللهم لك الحد من الجبس؟ جبر الحق الحمد لله لما هو بخلق كسر الحق عرفت؟ والمهم يطل عمر السلامة كنت عاني كنت أتعب تعب لا إعلام فيه إلا فاطر السماوات الأرض وكنت يطل عمر السلامة أداوم وجي وروح المهم كان المشي يتعبني المشي ما قدره من عند الحق؟ ومتى بالله بدأتني تمشي؟ عمو كنت تسع ونص عشر يالله يوم ساعد يالله تصريح لأن إذا مشيت أمشي مثلا منه إلى هناك وطيح كم جلس الجبس عليك؟ جلس الجبس عليه يمكن الله أهي ما أدري بس نيمكن من تقريبا من يوم عمر السنتين ثلاث سنوات تدريب سنوات يالله لكم عمرك؟ عيا عيا الوالد من العملية المهم يطل عمر السلامة أو يعني العملية ما سويتها المهم يطل عمر السلامة من بعد الله الجبارة جبر حوض لأنك أنت الآن يطل عمر السلامة الطفل والطفل ينمو جسمه صح وإذا نمو جسمك عكس يمكن سبب لك عاقة صح وإذا نمو جسمك على الجبر اللي هو كسرك وجبرتها ومشيت مع الدكتور بتزين أمورك المهم يطل عمر السلامة السالف هو موضوع أني كنت أبغى أتحدث عن شخصية مساعد مساعد يطل عمر السلامة ما كان مساعد اللي أنت تشاهدون هذا الحين تحسبون أن مساعد مبسوط ويضحك ويروح ويجي أنا يطل عمر السلامة تغيرت شخصيتي من يوم درست الهندسة درست الهندسة يطل أنا بمشي بمشي لو بنطول أنا درست الهندسة تخرجت من الهندسة يطل عمر السلامة وكان فيه راسي مراحق وأي واحد بعد ما يتخرج أو في الثنوية اسمعني ذا الحين شد حيلك شد حيلك لنضيع نفسك شد حيلك والله العلي العظيم نودي نقصتي مرسومة للناس عشان يشوفونها شد حيلك شد حيلك أنت عزوة أمك وأنت عزوة أبوك وأنت عزوة نفسك خلاص حاس ما بأ أنت عزوة أمك وأنت عزوة أبوك وأنت عزوة هلك وعزوة بكرة تبغى تزوج بكرة تبغى لك شي مالك إلا شهادت الدنيا ما هيبع لك شهادتي إيه المهم يطول عمر حتى لو شهادتك حتى لو ما حصلت لك عمل شهادتك تبقى معك صحي بعد سنتين ثلاث سنوات إيه بتعينها المهم أن أدخلت طول عمر السلامة هندسة حاسب مهندس المهم مشيت في أول ترم خمسة من خمسة الترم الثاني خمسة من خمسة سنة الأولى تخرجت إيه تخرجت من سنة الأولى ممتاز مع مرتبة شرف الأولى ماشي السنة الثانية كنت بديت المهم إيه نزل معدلية طول عمر السلامة ثلاثة فاصل سبعة سبع سبعين وستة سبعين اللهم علي وشي السبب بمسال السبب يطول عمر السلامة مراهق همي الطلعات همي الأخويا همي الروحة والجي والتمشية فأنا أتمنى من أي شخص في سن المراهقة ما هوب يكون شخص حتى لو تكون شخصة لازم تهتموا في مستقبلكم هذا مستقبلك وظيفتك حياتك خلص تطلع من حياة الدراسة إلى حياة الوظيفة كيف تكون نفسك أنا يطول عمر السلامة قاعدت بعد هندسة الحاسب خمس سنوات تخرجت هندسة الحاسب كم سنة؟ خذيتها في ثلاث سنوات ونص المهم يطول عمر السلامة مع التطبيقها أربع سنوات المهم يطول عمر السلامة جيتني الصدق والله جيتني وظائف زينة ولكن أهمال مني أنا أهمال مني أنا ولا الوظائف والله جيتني وظيفة زينة 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 عادي رجع تكون عمرك وداع في الرياض وداع في الشرق وداع في الغرب لا أقول يعني الأعمال إيه خلتها ينسى أخليه طبعا ليه؟ السبب همي الضحكة وهمي أخويا اللي في الديرة اللي في الديرة وهمي نفسي أبغى مبسط ما أبغى دواء ما أبغى شيء يربطني ما أبغى لهم يطول عمر السلامة مع اليام يطول عمر السلامة اللهم لك الحمد بعت من المراهقة شوي وخففت ولعلي صدق 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 هذا شيء قلتها حتى في مرة لعلي تقرت من الله لا لا لعلي تقرت من الله شوي المهم ما هو بني كنت بالله في شيء لا 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 الصلاة أصليها بس مثلا صلاة الظهر أرقود إلى عصر وأصلي الظهر مع عصر ما كنت مقل كنت مقلل يعني بالأوقات المهم يطول عمر السلامة أنت ضمت على صلاتي والله العظيم يشهد علي ربي يجعل ما يبرياء ولا نفاق ولا يدخل بها شك ولا رئي المهم يطول عمر السلامة الفجر ما يتخلي صلاة الفجر في الجماعة صلاة العشة في جماعة والصلاوات الباقية بس أهم شيء أن تصلي الفجر في جماعة والعشة في جماعة صادق تصلي الفجر في جماعة حتى تمسي في ذمة الله والعشاء حتى تصبح في ذمة الله المم يطلع عمر السلامة صليت وتسلفت لي مبلغ والله ما بيشو تسلفت لي مبلغ وقدر المم يطلع تسلفتها من رجال عزيز لا لا تسلفتها تسلفتها بغشتغل تتطخمش رؤية هي بغشتغل خواني ما قصرها معي سعولي بالوضائف سعولي بس أني أنا مراهق مراهق المم يطلع أهمي ضحكتي أبقى ما أبقى شيء يربطني أبقى أطلع مع أخي أبقى أروح أتخبرناك أبقى أمزعناك المم يطلع عمر السلامة كان الزمن دقني شوي جارة عليه الزمن شوي حسيت حسيت أني كان واحد صحاني عمرك 25 ضيعت الوظائف صحية العمر ما أجمل من الشخص يجلس مع نفسك في الجلسة مع نفسك خلاص بمشي مثلا دخلت قنوات واقعية خلاص التعب اللي تعبتها أنا والشي اللي سويته خلاص برسم لهدف الهدف هذا إذا وصلت لها خير على خير ما وصلت لها بعد سنة سنة المهم من هذا الهدف لازم أحدك بس إنه في شي لا يقلب دينك ولا بشرفك ولا بهلك ولا ب عاداتك عاداتك وتقاليدك تكون الرجل بس توصل للهدف اللي أنت أم المهم يطلع عمر السلامة هذه النصيحة ما يبلكم يا أخواني والله أنا ها المشاهدي يبرو الله فيض الله وجه ووجهك المهم يطلع عمر السلامة تسلفت ذا ما بلغوا قدرة المهم أشتغلت في أعمال حرة اللي هم الأعمال الحرة قد قلتها دجاج كنت أشتريه دجاج وأبيعه وأشتريه فيه وغنم وأبيعه وأشتريه فيها والحمد لله الحمد لله جاني خير المهم يطلع عمر السلامة كني تعلقت في هذا الشي حبيته فيه مثل أو مدري إذا حبيت شيء خذاه منك ربي لن تترك اللي حول تترك صلوات تترك هدفك هذا الشيء فأنا كنت أحريص على هذا الشيء وشوي المهم يطلع عمر السلامة قدر الله ما شافع وخسرت وزاد الدين دي الدين اللي تسلفت أي المهم يطلع عمر السلامة الدنيا تبلع والدنيا اللي أبغى وصلها للناس دامك فيه وقت تقدر تصحي نفسك منه يعني تجلس مع نفسك وتصحي صحي نفسك وتصحي صحي غلاص تخليك هدف تبني لك هدف مثلا أنا في عمر سبع عشر لازم أتزوج صحي في عمر ثلاثين خلاص قد جبت ولد إن شاء الله بمشيئة الله ما علينا بلد قد بنت لي بيت تر إذا فكرت مع نفسك ودلست مع نفسك والله العلي العظيم أنت تعرف إيش أنت عليه بس الدنيا ما يبسر داحي ميرداحي صلاة الدينك من الله التقرب من الله هذا شي خالصين منه حن على فطرتنا نحن قريبين من الله وعداتنا وتقاليدنا وحن على الإسلام ولكن لا تبعد عن الله لا تبعد عن نفسك طيب يا مساعد لو يعيد بك الزملة وراء وش بتصول والله لو يعيد بي الزملة وراء والله ثم والله ثم والله إن أصح صح النفسي من يوم تخرجت من الثانوي خلاص دخلت في المجال لين تخرجت من الثانوي لا خذت سنة في الجامعة وكذا وكذا قلت دراسة دراسة خلاص خلح لنا مبسط المهم مو مشيت في الدراسة دي المهم لي طول عمر السلامة قدر الله ما شاء فعل الزبدة اللي يبغى أخصرها لكم لأني طولت لا والله لكل شخص يشاهدنا أنت يمكن عمرك 17 سنة صح 19 سنة اللي أكبر منك يوم علم منك بسنة أنا أشهد نصيح ابن لكم هدف دل حين دخولكم بالقناة لو أقعيش تبغى التخبل ولا بأني الكريم لا أنا ما دخلت البرنامج لليه هدف الهدف اللي عليه يطول عمر السلامة وصل بإذن الله وصل خليك قريب من الله والله أني أفتح ربي الرزق في وجهك والله يا رجاجيني متحمل دين ما يتحملها رجال وشفوني اللهم لك العالم ما قد علمتكم أنتو يا شباب والله متحمل بن ذائف الله اللهم اللهم أنا قدر من جهيم وبد